نتكلم عن نادي الأهلي نروح لفاصل أول نكمل طيب نتكلم على منتخبنا أو نتكلم بالتحديد عن نادي الأهلي والنادي الأهلي طبعا في مرحلة غاية في الأهمية وهي مرحلة الاستعداد للموسم الجديد إنبارح كان الفريق راح في إطار معسكره المغلق اللي ابتدى تقريبا يوم اللي حد أو اللي اتنين اللي فات والنهاردة فريق استقنف تدريباته الساعة 9 صبح مران صباحي والمناسبة هو المران الوحيد النهاردة لأنه بكرة فيه مباراة ودية تانية للنادي الأهلي قدام فريق أسوان اللي مدعم صفوفه بشكل قوي مع الكابتن ربيع ياسين واللي بستعد أيضا بشكل مميز سواء على صعيد التدعمات أو صعيد المباراة الودية للموسم الجديد فبالتالي النهاردة مران واحد بكرة تلعب المطش الودي الغير مزاع بالمناسبة وده قرار كولر ولازم نحترمه بشكل كبير قامت وشوقين أو أننا نشوف الأهلي بصراحة قوي قوي يعني لكن مصلحة الفرقة أهم مش مهم إحنا نشوف مهم الفرقة تبقى تظهر بالشكل الكويس في أول مباراة رسمية مع اتحاد الميستير يوم 9 أكتوبر في دورة 32 أو زهاب دورة 32 بطولة دوري أبطال إفريقيا يعني اللي لقطات لحالكم بتشوفها دي لقطات من مران الفريق النهاردة الصبح خلينا أقول لكم بعض الأخبار اللي بتخص الفرقة مع كولر المدرب الجديد النهاردة كانت التدريبات عبارة عن تدريبات بدنية متنوعة وتأسيمة كده مع نهاية المران واكتمع كمان كولر مع اللاعبين وتكلم معهم في بعض الجوانب والأمور الفنية ويمكن الفقرات البدنية تحديداً خدت حوالي 40 دقيقة تحت إشراف مخطط أحمال الفريق وكمان حتة التأسيمة دي بتبقى جزئية مهمة جداً في الفترة الحالية بالتحديد مع مدرب جديد يفضل بشكل مستمر يقيم أداء اللاعبين ومستوياتهم ويحاول يستقر بشكل أو بآخر على شكل الفريق وتشكيله الخاص به خلال الفترة المجبلة قبل التحدي بتاع الاتحاد المنستري اللي حيكون غاية في الصعوبة انتوا عرفين الأهلي طبعاً كان لها مباراة ودية وحيدة قدام فريق بيتروجيت يوم الأربعة لفات وقدر أنه يفوز بنتيجة خمسة واحد طبعاً مش مقياس إطلاقاً المباراة الودية لكن برضو بنقول إن بدايات مهمة قوي أنها تكون بشكل إيجابي ويدي سوكة كبيرة للجهاز الفني الجديد وأيضاً للعابين طيب من الأخبار السعيدة الجمهيري النادي الأهلي عودت أفشا وشريف للتدريبات الجمعية بشكل كامل وجاهزين كمان إن هم يشاركوا في المباراة الودية بكرة قدام أسوان المباراة اللي حتقام في أستاذ الأهلي والسلام بمناسبة يا جماعة ملعب الأهلي والسلام وأستاذ مختار تتش عشان كلامك كتير قوي قوي اللي تلاقي البعض من الزملاء الأعلاميين بيحاول يستغل الفرصة يقول لك أصل لما جاي كولر قاعد يبص على الملعب فما عجبوش وفي ملاحظات قد كده وعشان كده نقلت مباراة الأهلي الودية على أستاذ الأهلي والسلام لأن الملعب بتاعتش وحش والله العظيم الكلام ده غير حقيقي يعني ده فيلم اللي يقول لك كده ده كده بيحكي فيلم من خياله الملعب ممتاز وكان من الأولى لو الرجل مش عاكبه الملعب طب كان يبقى من الأولى أن هو يطلب بينقل التدريبات أصلا من أستاذ مختار تتش التدريبات إياها كأنها مباراة الودية ممكن تتصاب وممكن لقدر الله يحصل حاجة بسبب ملعب لا الأمور كويسة جدا أنه أي حد يتكلم معك في الاتجاه ده قوله ما تأفلمش يعني من آخر يعني الكلام ده مش حي فأفشا والشريف بيعودوا وأكيد بيدعموا صفوف الفرقة والله يا جماعة من ضمن أهم الصفقات للفريق الموسم الجديد عودة اللاعبين الأساسيين بعد الراحة هي دي في حد ذاتها صفقات معنى كده أن الأهلي خلص صفقاته لا الأهلي مخلص صفقاته من غير ما ناخد في تفاصيل ننتظر دايما الرسمي من النادي الأهلي طيب كمان النهاردة من الأخبار الكويسة بما أنك عايز تدعم دايما صفوف الفريق بأبرز وأهم العناصر عشان يكون عندك عمق في قائمة الفرقة كوكا لاعب النادي الأهلي لاعب وسط الفريق بيشارك النهاردة في التدريبات الجامعية ممكن هو الفترة الفيسيك عنده أصابة في العضلة الخلفية شوفي منها تماما وأصبح جاهز أن يشارك في التدريبات وفعلا ده حصل النهاردة شارك لأول مرة في التدريبات الجامعية مع الفريق عشان يكون متاح لفرقة خلال الفترة اللي جاي بشكل رسمي خلاص الكابتن سيد عبدالحفيز أعلن أن مباراة الأهلي مع الاتحاد المنستيري اللي هي مباراة الزهاب في تونس إن شاء الله هتكون يوم 9 أكتوبر المقبل ده الموعد النهائي والرسمي لمباراة الأهلي الأولى مع كولر المباراة الأولى على المستوى الرسمي وإن شاء الله بإذن الله الإياب أعتقد لسه هيتم تحديد الموعد بتاعه إن شاء الله يكون في القاهرة على أستاذ الأهلي والسلام ولسه بحي تتم التنصيق بخصوص موعد الصفر ما بين الكابتن سيد عبدالحفيز وكولر وإن شاء الله الأهلي يكون موفق في انطلاقة تكون كويسة قوي قوي في بطولة دولة أبطال أفريقيا اللي غابت بس السنة اللي فاتت على النادي الأهلي فإحنا عايزينها تاني بإذن الله تعالى هي والدوري اللي غايت بقاله سنتين فأهداف ودوافع جديدة وروح مختلفة بالنسبة للفرقة السنة دي مع مدرب جديد مميز قوي اسمه كولر هننتظر دايما أنا بسمع كلام إيجابي قوي بصراحة على كولر جدا سأنا لاحبش أبالغ وحبش أستبق الأحداث فخلينا نشوف الفرقة مع الرجل في الملعب واحدة واحدة كده احنا معاهم في ظهرهم وبإذن الله نتائج تجون